القرارات للتاريخ 14 اغسطس تمام 14 اغسطس لا 14 اغسطس عمل اتي بعد ما قال على موضوع التكلفة الدكتور ابي كومي خابير انجليزي كلام من ده قال القسم الاول 18 نادي الاول به 18 نادي القسم التاني 6 ما جميع 72 نادي والقسم الثالث النهاردة عملهم كم مجموعة اربع اللايحة بتقول في المادة 12 دي المادة 12 على الشاشة قدامه انه مادة 12 بتتكلم على 3 ما جميع طيب انت غيرت كده في اللايحة طيب عشان تمشي عايز انه خلى كم مجموعة نزود اربعة بقت اربع اقسام احنا عندنا في المادة 12 منصوص عليها يتكون الاتحاق من 134 نادي عضو كحد اقصى ويتم تقسمهم من الاتي 18 من اندية القسم الاول 48 عضو من اندية القسم التاني بحد اقصى 60 60 60 عضو من اندية القسم الثالث خمس اعضاء من الاندية اللي يعني المهم توليفة كبيرة كده تمام طيب انت كده زودت قسم لو سمحت اعرض على مجلس الادارة على الجامعية العمية لانه ما يفعش يتم التغيير ده او التعبيل ده الا بموافقة الجامعية العمومية الجامعية العمومية تمام طيب وجينا نتكلم كمان في بند المستحقات المالية اه انا حضرتك ربنا اعلم بيا ماشي ازاي ولكن ماشي هل يا ترى وانا بتكلم حضرتك وخايف من الخمسة من الشغال ان انا اسعد ممتاز الف لا طبعا شغال ان انا اسعد ممتاز الف اي تفهم وجهة نظري طب جيبنا معسكر جيبنا العشر لعيبة دعم جديد جيبنا كابتين احمد سيري وجهازي والفني فبالتالي انا ماشي في ده ولكن المنظومة راحة فين اه انت حضرتك راح موديني فين طب ما تجي نقسها كده اي طب ما تجي الاول نفهم ايه ايه ضراركم من القرارات دي كده كويس انا راجل النهاردة النادي الاهلي طلع النهاردة تالت دوري مين كان مصدق انا هو يطلع على تالت دوري امر غير منطقي غير طب غير عادي السؤال اخر مرة كان قامت كان تالت تسكر مرات تمانينات مزوط ولا انا غلطان في التساينات كان ابعد نمكن انا راجل عايز اطلع ممتاز الف تعالي قيسة المجموعة بتاعتنا الستاشر نادي فيها كم نادي شعبي فيها شبين كوم تمسر منوفية فيها طنطا فيها بلدية فيها الومبي فيها سبع عندية شعبية يعني مبدئيا الاول لو السبع دول اقوية جدا نازل منهم اتنين طب اذا تخيل بقى اذا فيه ابو اير وفيه بيونير وفيه تكرنس انداز تسمارية تمام وفيه 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 خمسة ستة زيهم استثماري معنى كده تالي معهم امكانيات مادية أعلى منكم معنى كده ان ممكن ينزل انداز شعبية من السبع او من الستة اربعة خمسة فين بقى حماية الانداز شعبية اللي انت عاد تتكلم عنها طب نازلين فين بقى ايه عدم الحماية في القرارات انا محتاج بس بقى بنبسط الموضوع انا عايز يا فانديم انا راجل بلعب ممتاز به انت استحدثت مرحلة جديدة اسمها دور المحترفين هاي انا مع ده اللي هو بس احنا بقالنا بتاع عشر سنين بنسمع ان كل مرة عايزين يعملوه بيتأجل عارف حضرتك لو ما تأجلش وبدل ما كنت انا كان بنزل من عندي ثلاثة عارف بقى من عشر سنين لو كنت كل سنة تزود واحد كان زمانك كلام مزبوط تدريج انا ما طلبتش ان انا ما نفس الدور المحترفين انا مع دور المحترفين لكن النهاردة كشيء ادمي ما ينفعش يكون بنزل ثلاثة اندية ينزل حداشر تخذت بالحضرات طب الحلول ايه ايه الحلول انتوا اجتمعتوا مع اتحاد الكرة اصلا قبل ما هو يصدر القرارات دي وقت ما كان الهبوط تسعة مش حداشر ايه اللي ضار في الاجتماع الله ده انت حق قلت نقطة هي مربط الفرس الحوكمة من ضمن تفسيراتها هي الشفافية اعا من ضمن تفسيراتها اللي هي المسألة تخذت بالحضرات فبالتالي النهاردة لما اجي اتكلم في الشفافية انا استدعيت وتعزمت من قبل اجتماع مشترك في نادي البلدية من قبل اخويا الفاضل غالي سيد مصطفى الشامي رئيس مجلس الادارة ومن اتحاد الكورة ان في اجتماع موجه مجموعة بحرية ايه انا رحت واخدنا الموضوع عدنا خمس ساعات مع بعض اه تمام كده عدنا نتكلم انا وقفت قلت له بعد اذنكم يا جماعة تمام انتوا جايين بقرار ولا جايين تدرسوا قرار اه لو سمحتوا لو معاكوا قرار قلوا ويلا نتناقش في توابع تمام اما لو ما فيش معاكوا قرار بتتناقشوا اسمعونا تمام سيد محمد ابو وقف قال لا انا مش مطلعين قرار ضد الجماعة العمية احنا جايين نستمد منكوا قرار تمام قلتوا طب ممكن بعد اذنة نقطة فاصلة هنا عشان هنعوز الكلام ده ارجوكم ما تستخفوش ايه بينا احنا بنتناقش في تسع عنديا ورفضناهم لطلع القرار 11 مش منطقي ادى واحد اتنين انت راجل نزلت الحتة بتاعت 2001 دي عشان عمللنا ازمة انت حقا عايز تقول لو انا قلت لو سمحتوا يا جماعة الفريق الاول بتاع ممتاز به مجبر ان يبقى فيه خمسة من العشرين لاعب اللي متأيدين في المطش 2001 اه خمسة في 48 نادي لو طلع منهم اتنين لعيبة كويسة انا قدمت المصر 96 لعب او 106 مزبوط ولا فريق لا بدل منزل 99 و 2000 تحت اطلق 2001 فوق ده المنطقي النهاردة فريرة ادانا درس مزبوط الخطيب او المجموعة الاهلي بتقلده لسماعيل بقت النهاردة بالرغم ان هي قصص رياضية ان الزغاية ليكبر مع عمرنا ما شوفناك كبير يزغر طبعا مزبوط ولا انا غلطان فبالتالي اجبرني ان انا اطلع لك ناشئ مش هموته انا النهاردة بتصل بأندية ممتاز ألف تعالوا بصوا على أولادنا بصوا على أولادك ليه ده ابنك 2001 هيجي لعب عنديني 2001 لو عجبني في 2001 هسأ عاوضوا ما عجبنيش ولكن لابد ان هو يكون فين طب هل يا ترى القضية هي مجموعة بحري لا المجموعة مش عرض بحري نادي النصر يوم الجمعة الجاية بيعمل جميعهم بيعمل اجتماع لعندية القاهرة تمام السعيد بالكامل ضمنهم على الجروب الخاص بمجموعة بحري يعني اعتراض شامل من كل اللي احنا بعد ما اعتراضنا على باندين قلنا اللي هو سمحت حضرتك مخالف لايحة تمام اللي هو فيما يخص الباند 12 استحداث مجموعة جديدة اتنين احنا شركة معك ارجوك ادعينا في اجتماع لتشرح لنا وجهة نظرك بأسبابها وبرهانها ونقولك تعظيم سلام احنا كلنا معك لنختلف معك في بعض اللي بنات ونعدلها كنة التعديل دي مرودة فوق ما تتخيل